وصل نائي مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركون فرج البحسني الثلاثة إلى مدينة المكلة عاصمة حضرموت بعد زيارة رسمية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وشملت الزيارة عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأوضح اللواء فرج البحسني أن الزيارة إلى ألماني برفقة رئيس المجلس شملت المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين لوضع الدول الأوروبية ماما مزيدات الشان اليمني الذي يخص الأمن وأشار البحسني إلى أنه زار دولة الإمارات العربية المتحدة في طريق عودته إلى أرض الوطن والتقى خلالها عدد من المسؤولين والقيادات الإماراتية لمناقشة المشاريع الخدمية والتنموية التي تم التوقيع عليها من قبل وزيراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والتي ستنفذ في محافظة حضرموت ترجمة نانسي قنقر